هسه خلينا أبدأ من البيئة السليمانية يعني الخلاف داخل الاتحاد الوطني الكردستاني خلاف سياسي، خلاف مصالح، خلاف فروة، خلاف عائلي بياه الأقرب لا أنا أريد أن أتiries لك على مدهس السليمانية في السياسة أنا هس robin edge الآن بداخل الاتحاد طمع مدهس السليمانية في الاتحاد الوطني قبل ما يصير خلاف داخل الاتحاد الوطني واللي حلناه أنا أعتقد برأيه قبل ما يصير هذا الخلاف كان عدنا صار حركة التغيير تعرف قوده لأستاذ نوشان مصطفى إذا كان هذه حركة ديمقراطية وأنا أعتقد في جوال مننا حركة ديمقراطية تدعو إلى تغيير ديمقراطي وتدعو إلى حكم أفضل في العرام في كودستان بهذا المعنى أقرب ذلك ولكن لأنه صار مثل ما يقول كل من صار وياية كتغيير هو الوطني هو الغيور هو النزيع وكل من بقى مع مجموعة مامجلال هو الفاسد أنا ماردي التجب joyful اللي صارت في قليم كودستان والداخل الاتحاد الوطني range صار حركة التغيير وحركة الاتحاد الوطني range range ماردي تتكرر في العراق وهذه التجبة ماردي تتطهر بالعراق ماردي تتكرر في العراق لم يش لأنه صار مثل ما يقول صار عندنا قوميتين قومية التغيق و قومية الاتحاد الوطني الآن في العراق عندك شيعتين كيف صار عندك قوميتين صار عندك فكرتين قومتين بين قوسين لأنه صار استقطاب ايديولوجي فكري ليس إثراء العملية السياسية هذه مشكلة أستاذ نجم لماذا في العراق وفي قليل كدسان كل ما يصير عملية تغيير سياسي يشوبه نوع من الاستقطاب الايدولوجي ما يدعو إلى أنه تكون إلى فرقها وين الخطأ بالاستقطابات الايدولوجية من المجتمعات العربية ذاتين عبر التاريخ كانت دائما القوات تستقطب كل يقدم فرشة سياسية ونستقطب الآخر هذا لأنه تحول إلى معارض ستشعر به أنه بات يشكل خطأ وليتلى عذر أنه يستقطب هذا الكلام صحيح احنا عدنا بالعراق وبالمنطقة العربية عدنا الشياء والسنة كان مفروض يتعامل مع هذه الفكرة وكأنه اختلاف ايدولوجي بس من صار مذهب وصار دين صار هذه المشكلة اللي احنا نعاني من العراق فالخطاب السياسي إذا كان بقى على الخطاب الدنيوي أنا اختلف معاك في الفكر في السياسة ممكن واحد يديره احنا عدنا حركة تغيير صار عدنا يعني صار عدنا يعني كتلة برلمانية بالفرلمان الكودساني يا هلبيك بس انت فكرة فكرة مرتهم فكرة إلغاء الآخر لأنك اتحادي لأنك حزب الديمقراطي كودساني لأنك كذا صار فكرة فكرة الإلغاء فكرة الإلغاء قاد إلى أنه صير هذا الاستقطاب اللي ما قدر نتفاهم هسهو ماكو فكرة الإلغاء وذلك أنا راح أحيلك جميل جدا أنتوا بالسليمانية مجتمع مدني لديكم معارضة هذه المعارضة وصلت إلى كتلة برلمانية صح وصلوا لكتلة البرلمانية بمعنى عندها قاعدة جواهل وعندنا بالملكة وأنت تتبقى قاعدة جماهل لا شوف مثلا عندك حركة التخيير مثلا عندك حركة الجيل الجديد وعندك إتحاد الوطن يكون الثاني كل الديمقراطية موجودة في منطقة سليمانية وهذه وعندكم الأحزاب الإسلامية الأحزاب الإسلامية اللي أحزاب يعني أقدم من من أشخاص اللي صارت بهذا الأحزاب ليش عندك مشاكل بالسليمانية أنا أنا أتصور عندها مشاكل أستاذ نجب يجب أن يحول الديمقراطية إلى إتراء